يساعد لي صباحكم حبايبي تعليق يعني نجي على هولندا ولا ما نجي صديقي الغالي حبيبي لإلك ولكل الناس اللي عم تاخدوا نصائح الناس الموجودة بهولندا أو عم تسألوهم إذا نجي على هولندا ولا ما نجي يعني هلا مثلا أنا ولا غير ناس ممكن يقول لك تعال بس مو على مسؤوليتي يعني أنا هلا بقول لك بدك تجي حبيب تجي أهلا وسهلا تعال بس القرار عندك انت اللي بتقرر هذا الشي مو أنا أنا فيني إلك تعال بس ممكن تجي وتتأخر إجراءاتك وتتحط الحق علي فأنت القرار عندك شوف عندك ناس هوني عندك قريبين عندك قريبين عفوان بنصحوك شوف انت المناسب حابب عندك خيار تاني تروح على دولة تانية ما في أي مشكلة هذا الخيار إلك ما حدا بيجبرك أن تجي لهون أو تروح على بلد تاني نتقدم لجوه طبعا فأني اللي بقدر أقوله أنه فيه كثير تأخير بالإجراءات هون بهولندا أصدقائي فيه كثير تأخير وبالنهاية كمان الحزب العبدور بهولندا فحابب تجي انت حر حابب تروح على دولة تانية كمان انت حر أنا ما يعني أنا شخصيا ما بنصح حدا بأنه يجي لهون أو يروح على دولة تانية الخيار إلك وانت تقرر تحياتي لجميع بس نوعا ما يعني هولندا بتضل أفضل من غير دول حتى لو فيه إجراءات حتى لو فيه تأخير بالإجراءات بس يعني ياريت كل كل الناس تكتب بالتعليقات ينصح الناس إذا تجي على هولندا ولا ما تجي أو إذا فيه دولة تانية أحسن من هولندا أولا بخصوص اللجوء تحياتي لجميع ونهاركم سعيد